في سعيها لرفع جودة المنتج المحلي دون زيادة الأسعار توجه صناعة الأردنية ارتفاع كلف الإنتاج وتدفق السلاع المستوردة في ظل تخفيض التعريفة الجمركية على حزمة من المستوردات منذ مطلع 2022 يرى الصناعيون أن قرار الحكومة مطلع العام بتخفيض التعريفة الجمركية أثر سلبا على مؤشرات قطاع صناعة الأكبر في البلاد بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف هذا القطاع ربع مليون شخص أي واحد من كل خمسة في سوق العملي في 18 ألف منشأة تعنتت الحكومة بهذا الشيء وأصدرت بيانات بالتعريف الجمركية عالية جدا وخصوصا المواد الخام التي تستورد من الخارج لأن حسب ما تعرفه مرينا بأزمة الكورونا ارتفاع نسب قيمة الشحن كانت ارتفاعات عالية لم يؤثر ذلك على قرارات الحكومة ولكن الحكومة بل أصرت على فرض ضرائب زائدة رح تأثر كثير على قطاعنا كون إحنا بلد من صنع مواد التعبئة والتغليف والبلاستيك بشكل كبير في الفترة الماضية كان الشحن وغلاء الشحن من الصين يمنع أو يعمل حد لهذا الاستيراد ولكن الآن مع انخفاض كلف الشحن لعهد السابق لحوالي 2000 دولار 1600 دولار للحاوية أصبحت هذه السلع منافسة لسلعنا وإحنا مننتجها في الأردن خمسة آلاف وخمسمائة سلعة مستوردة تندرج ضمن بند جمركي منفصل معظمها ينحصر في ثماني شرائح جمركية من صفر إلى ثلاثين في المئة معظمها مدخلات إنتاج أو سلع تامة الصنع أو سلع شبه مصنعة أول شيء يجب العمل عليه هو عكس هذه القرارات فورا حتى يعني يكون هناك حماية ولو جزئية للقطاع الصناعي وللمنتجات الصناعية لأن هذا أمر مهم المرحلة القادمة تتطلب مشاركة فاعلة مع الحكومة ومجلس الأمة في سن تشريعات اقتصادية بما في ذلك تخفيف العبء الضريبي على هذا القطاع الحيوي وتعديل قرار تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات التي لها مثيل أو بديل محلي من أجل حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها بحسب صناعيين ليلى خالد رؤيا